التخبط وسوء الإدارة ظل ديداً الحكومات المتعاقبة في العراق لتكتمل مسيرة الفشل والفساد الذين اقترنا بالعملية السياسية منذ ما يزيد على عقد ونصف من الزمان حتى وصلت اليوم ذروتها مفجرة غضباً عراقياً متراكماً لتجد تعاملاً معتاداً من طرف الأنظمة الفاسدة والمستبدة قمع متعدد الأوجه شمل قطع خدمة الإنترنت في محاولة للتغطية على الفضائع والجرائم التي رافقت فضى التظاهرات وللحيلولة دون اتساعها عضو لجنة الخدمات النيابية محمود ملطلال أكد أن خسارة العراق بلغت نحو 500 مليون دولار بسبب قطع الإنترنت حيث توقف العمل بالعديد من دواء الدولة كالخطوط الجوية والبورصة بينما أوصل مرصد نيت بلوكس المتخصص بمراقبة أنشطة الإنترنت الخسائر إلى مليار ومئتي مليون دولار مؤكدا أن هذا القاطع يمثل مخالفة لقوانين الأمم المتحدة وتقييد للحريات نهيك عن توقف التطبيقات الخدمية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة القطاع الخاص لم يسلم هو الآخر من الضرر بعد الخسائر الكبير التي تكبدتها شركات السفر والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد نهيك عن توقف عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات ما يعني تكبد المصارف خسائر جسيمة كما اضطرت شركات السفر والسياحة لإيقاف حجوزات الطيران والفنادق فضلا عن الأذى الذي لحق بالمرضى الذين يرومون السفر إلى الخارج لغرض العلاج وعلى الرغم من عودة خدمة الإنترنت جزئيا لأنها ما زالت محجوبة على شركات الهاتف النقال التي تزود المواطنين بالخدمة فضلا عن انقطاعها في فترات طويلة من اليوم وتعذر نشر الصور والمقاطع الفيلمية في أحيان كثيرة إيقاف خدمة الإنترنت كشف عن جهل حكومي مركب بأهمية التطور التكنولوجي قرار يضاف إلى سلسلة القرارات المتخبطة التي تريد أن تحل أزمة بإدخال البلاد بأزمات أخرى ليبرهن مرة أخرى على إصرار الحكومة وقدرتها على إعادة العراق عقودا إلى الوراء وإبقائه في مربع التخلف والانحطاط